أحب أن أجبكم موديلات ستاندارت مال موبايل اللي ستصير داخل السيارة بس يوم جاب لكم هذا الموديل من ماركة اسفاست شغلة كل شي حلو مثل ما تلاحظون لزق عب دشبول ونعوجه شون ما يعجبني حسب ما يناسب الدشبول وحسب ما يخدمني وبنفس الوقت حيكون ماكسيف وبنفس الوقت حيكون شاحن لاسلكي للجهاز بقدرة 15 واط هنشوف تفاصيله خليكم وياي طبعا شيكي صارفين على المنتج حطي لك القياسات في حالة أنه جازك مو ماكسيف شون الضبط مكان الماكسيف اللي هي الحديدة على موديصير ماكسيف هاي في حالة جازك يدعم الشحن اللاسلكي بس مو ماكسيف أكيد الكابل هيكون منفذة Type-C والUSB هيكون بالجداحة أو منفذ الUSB اللي بالسيارة هنلزق هذه على الدشبول وهذه هتلزم بيها مباشرة طبعا هاي الفقرة الحلوة حطينا قطعتين في حالة بدلت مكانة أو في حالة عندك سيارتين تقدر تخلي هاي القطعة بالسيارة والثانية بالسيارة الثانية وتستخدم هذا تأخذه اياك من هاي السيارة إلى هاي سيارة بعد ما لزقت هذه على الدشبول مجرد ما تخلي هذه راح تشلب ورح تعوجه شون ما يناسب الدشبول ماتك أكو فقرة بعد ثانية حلوة بما أنه حيكون مو ماكسيف وشاحن لاسلكي أنا إذا خليتها مثلا إهيتشي راح يصير هذا مكان المنفذ الـ Type-C زين أنا إذا بالعكس حتقولي شون بالعكس بالشاشة وبالعكس صار يعني عوجته بالعكس فالواير شون راح يصير هم محاطي منفذ منا ومنفذ منا شون ما يناسبك خلي الكابل حلو موديش حلو عندك لاسلكي والصناعة أخوان درجة أولى أيس فاست من الوكالة الرسمية ستانت شاحن لاسلكي هيكون موكسيف وإن شاء الله عندي التوصيل كل إراق أربع مغداس تم حفظاتي طلبوا لسفصار ستدللون تحياتي لكم معنى خوكم حسينة چاندچ و سعره خمس و عشرين الف